محمد يبلغ من العمر ثلاثين سنة لديه من الأولاد ثلاثة سلمان وعمره عشر سنوات وسليمان وعمره سبع سنوات وسارة وعمرها خمس سنوات قبل دخول شهر رمضان ببضعة أيام قرر محمد بمساعدة زوجته أن يضع برنامجاً إيمانياً لأسرته لتطبيقه خلال شهر رمضان المبارك لتدرك الأسرة به فضيلة الشهر وتحوز به إن شاء الله ما وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أجر الصيام والقيام وتلاوة القرآن فجاء البرنامج على النحو التالي أولاً صلاة الجماعة الحرص على أداء الصلوات الخمس وغيرها من صلوات التطوع كالقيام والتهجد جماعة في المسجد وذلك لنيل ثواب الجماعة المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد بسبع وعشرين درجة ثانياً الصيام تعويد الأطفال الصغار على الصيام شيئاً فشيئاً مع تعليمهم بعض أحكام الصيام وآدابه وتحفيزهم على إتمام صيام يوم كامل بمكافآت مالية أو عينية وتحفيزهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ثالثاً قراءة القرآن عقد مقرأة قرآنية أسرية لقراءة ما تيسر من كتاب الله تعالى مع بيان معاني بعض الآيات القرآنية من خلال قراءة تفسير ميسر ومختصر تحقيقاً للغاية التي أنزل الله من أجلها القرآن قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب رابعاً الصدقة بيان فضل الصدقة للأولاد مع تخصيص مبلغ معين للصدقات يتعاون في توزيعه على الفقراء والمحتاجين جميع أفراد الأسرة موقنين بموعود الله في قوله إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضاً حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم خامساً إفطار صائم إعداد بعض المشروبات والأطعمة الخفيفة وتوزيعها على الصائمين قبيل الإفطار محتسبين ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من فطر صائماً فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً سادساً صلة الأرحام تبيين معنى صلة الرحم وذكر أثرها الطيب على المسلم في الدنيا والآخرة مع الاستعانة في ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة سابعاً العشر الأواخر إذا دخل العشر الأواخر قام الزوجان بتعريف أولادهما مكانة ليلة القدر وفضلها على سائر الليالي وجد أفراد الأسرة واجتهدوا ملتمسين فضل هذه الليلة المباركة وفي الختام حق لأسرة كهذه تستبق الخيرات وتتنافس لنيل الدرجات أن تكون بإذن الله من الأسر الفائزة في الآخرة وهذا من تمام نعيم أهل الجنة قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهي